إحنا لو لسه وقفين على الفيرس ديت أو المعاد اللي هو بيتقابله فيه الأولاني اللي بيبتدوا يتعرفوا على بعض فيه ما هو برضو نفس المشكلة إن أنا لما قاعد معاه واللي هو يقعد معاه ما أنا هقولي الحلو اللي فيه بس وهو برضو هيلبس ماسك الجمال والوجولة والشاهمة وكل حاجة طب الفيرس ديت ده ما هو زي معاد اللي هو الجواز السلونات اللي هو بيعوده في البيت أقصد هل بيختلف واللي إحنا بقينا عندنا صراحة أكتر كشباب وبنات إنه بيتكلموا في اللي فعلا بيديقهم اللي هي عايزة واللي مش عايزة هو مستو شوية إنه بيبقى فيه مساحة إن الولد والبنت يتكلموا حتى لو الأهل مثلا في النادي وجنبهم بس يعني دايما أنصح لو هيعملوا كده يكونوا الأهل مستمعين الحوار يكونوا شايفين بس مستمعين لإن ده بيدي فرصة للشاب والفتاة اللي هم مقبلين على الزواج إنهم يتكلموا براحته طول ما الإنسان هو مش مستمع براحته 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 يكون طبيعي بس يعني هم عليهم شايفانهم دي فكرة الفكرة التانية إنه هم لما بيعودوا مع بعض مهما كان فيه الدعاء ومهما كان فيه قناع فيه حاجات هتباني يعني لازم لازم تكون البنت قاعدة وعندها الحد الأدنى من اللي هي هتقبله وما تقبلوش مش قاعدة يعني إيه مش قاعدة فتحة الاختراض كلها لا هي بتقول أول مهلمة حاجة معينة أنا هقول لأ أجوايا حتى الأجوايا وهو مكمل عادي وكذلك الشاب يعني يعني مثلا أيوما هي قاعدة قدامه هي عارفة هي مستنية تسمع إيه أو تشوف إيه الحاجة اللي ترضيها اللي هي حاجة بتدور عليها هي كمان يعني كان فيه بنت كابة على الفرست ديت بتقولك أنا مواصفاته كلها بيرفكت يعني كل حاجة حلوة ونفس الحكاية فعمل الفرست ديت ونزله وتقابله بعض قالت لك أنا رفضت له هريس لحالة واحدة بس تخيل إيه وليد إيه هيا؟ إيه بقى؟ قول لإنه الحالة الواحدة دي إنه ما لقيتش الصفات دي مثلا اللي هي كان بيقولها قالت لك أنا نص القاعدة ماسك الموبايل وباصص في الموبايل أكتر ما كان باصص لي بزبط أنا تخيلت حياتي اللي جاية طول بقى إنه مش هيهتم بي صحيح وإن ده شخصية مع نفسه يعني صحيح فمش ده الراجل اللي أنا مستنيا يشاركني كل لحظة في حياتي بزبط دي القواعد بقى إيه القواعد اللي أنت تاخد بالك منها أو البنت تاخد بالك منها أو الشابة حتى في أول لقاء فيعرف إن الحاجات دي فيها مشكلة زي زي القصة دي فعلا طيب إيه تاني يقول لنا يا وليل فكرة إنه هو بيتحرك كتير أو بتتحرك كتير وما بيتوجهش بالعيون التواصل التواصل بالعين مهم جدا جدا في اللقاءة الأولى لأنه في الغالب الأشخاص اللي بيتحركوا كتير ويوضعونهم بعيد على الأشخاص يا إما خجلين بالزيادة وده برضو مش مساعد يا إما بيجذب